هو المراد الآلي سفير على أرضه آه بالضبط لكن حتى في الدور الوطني الرياضي الآلي بيقدم كل لعبية لخدمة المنتخبات الوطنية بيجهز أفضل العناصر عنده لكل المنتخبات سوى المنتخب الأول أو الأولمبي أو المنتخبات في السنة الصغيرة منتخبات النشئين قيمة المنتخب اللي أعلنها أجري المدير الفني للمنتخب للمرحلة اللي جاية اللي حيخوط فيها مباراة النيجر يوم 23 مارس في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة الكأس الأمم اللي حتقام في القاهرة قبل مواجهة نيجيريا وديا أيضا يوم 26 يعني فيه مطش 23 رسمي و26 المطش الودي بتاع نيجيريا أجري اختار قيمة المنتخب يمكن كان فيها أسماء جديدة وفيها بعض المفاجآت سوى في الضم أو في الاستبعاد إذا كان تم استبعاد النجم العلامي الكبير محمد صلاح نجم ليفربول وأحمد حجازي لعب وسط برومتش الإنجليزي حجازي مصاب وصلاح الجهاز شايف أنه هو يعتمد على آخرين في الفترة ديت علشان يدي له فرصة أيضا يستخدمه في مناسبات كبيرة بالإضافة لإستبعد خماس الأهل محمد الشناوي ورمضان صبحي وحسين الشحات ومروان محسن وأيمن أشرف ومحمد عواد بالإضافة إلى لعب الأهل واستبعد أيضا محمد عواد حارس الوحدة السعودي للإصابة القايمة شملت في حراسة المرمى محمود عبد الرحيم جنش من الزمالك وأبو جبل من سموحة وأحمد الشناوي حارس بيرامدز وعمر عامر حارس الإنتاج الحاربي في الدفاع عمر جابر من بيرامدز ومحمد هاني من الأهل وعلي جبر من بيرامدز ومحمود علاء من الزمالك وبهر المحمدي من الإسماعيلي وأحمد أيمن منصور من بيرامدز وكريم حافظ لعب أسم باشا التركي وأحمد أبو الفتوح لعب سموح في الوسط عمر السلية لعب الآلي ومحمد النني نجم الأرسنال وطرح حامد لعب الزمالك وعلي غزال فيرنس البرتغالي ونبيل عماد دونجا لعب بيرامدز وفي الهجوم أخذ محمود حسن تريزيجيه مهاجم أسم باشا التركي وعمر وردة المحترف أتروميتوس اليوناني وإسلام جابر لعب الداخلية وعمر حمدي لعب الأهل المعارض للاتحاد السكندري وعبد الرحمن مجدي لعب الإسماعيلي وخذ في الهجوم أحمد حسن كوكا أولمبياكوس اليوناني وصلاح محسن مهاجم الأهلي ومصطفى محمد مهاجم طلاقع الجيش صلاح محسن رغم ابتعاده عن المباريات لكن ثقة أجر فيه كبيرة جدا هو هو أصل المهاجمين أنا برضو مدهش أنه مخدش مخدش مراوان محسن يعني مراوان عمل مطشات كويسة ويراجع بقوة لكن اللي أنا عايز أقوله الراجل ده يعني قلبه حديد آه قلبه حديد أي ده داخل لعنا مدهش الرسميين وبيختار قائمة فيها 11 لاعب جديد صاعد كلهم من صغار السن ومعدهمش الخبرات قبل كده لأول مرة ينضموا إلى المنتخب أنا عديتهم دلوقتي يعني جنش مرة داخل كده على السحياء وخرج على طول فنعتبر نجنش وأبو جابل وعمر تلات حراس مرمى جوداد لنج مفيش إلا أحمد الشناوي بيراميز وبعدين عندك محمود علاء ويا الصحيق أحمد أيمن منصور ويا الصحيق أحمد أبو الفتوح هم شايفين أنه ناحية الشمال ممكن يفيد يعني أنا لازم أقول أن برضو دي اختيار مرحلة عايز يشوف اللي لا مش هدي ما ينفعش فيها مرحلة إنتا ما خدتش معاك العدد الكافي من الخبرات إلا إذا كان قناعة كاملة وحيقدم لنا نجم جديد دعنا ننتظر وبعدين عندك طبعا السلية ملحيشة هنا نبيل دونجا يستحق عندك عمار يستحق ولكن برضو فيها شجاعة فيها شجاعة عبد الرحمن مجدي الإسماعيلي وبعدين مصطفى محمد محمود علاء الزمالك يستحق ما أنا قلت يستحق لا أنا قلت مصطفى محمد طلع الجيش وهو برضو مهاجم واعد لكن برضو فيه جرأة في الاختيار لكن اللي يدهيشك بقى يعني وإحنا يعني تستطيع أن تلمس أنه هو خلاص اللي عدد تلاتين تقريبا ملوش مكان في المنتخب مفيش تقريبا من أصحاب السن الكبير حد ولو كانت العبرة بالتقلق كان لازم يبقى وليد سليمان في المرحلة ما أول منضمين أنا ليه حاولك بعلق هذا التعليق وأحمد فاتحي وأحمد فاتحي لا أقول الكابتن أحمد فاتحي فيه إصابة مش هيقدر ياخذ لكن الكابتن محمد علي أحمد علي مهاجم المؤولين صحيح هدف الدوري كان لازم ينضم لكن تشعر أنه هو لو سألته إذا اضطر جابه حيقولك أنا باب فريق جديد لكن هو بيبني فريق جديد حتى مش عينه على المنتخب الإلومبي بيجيب من بره بيجيب في مرحلة وسط وده كويس خلاص يبقى هو يعني قد يفاجئنا أنه فعل الرجل ده قدم للمنتخب مصر عناصر جديدة محدش خد باله منها ويبقى عنده عين ثاقبة لتمناله التوفيق لكن اللي بيدهيشني بقى يا أخي هو هي مدرسة هي ناس كلها بتفكر زي بعض كابتن حمد عبداللطيف واحد من أزكى وقلمع من لعب كرة القدم وأحرفه صحيح وأنا مارتلوش قبل كده أراء متطرفة يعني أو مسمعتلوش أراء متطرفة لكن وهو يعلق على متخب مصر لابد من الزج بالنادي الأهلي فقال لك أنا كنت متأكد إن عبدالله السعيد مش هينضم علشان أيري مش عايز يخش في خلاف مع جماهير الآن طب ده واخد ثلاثة من الآله واخد خمسة من البيرامد دي حاجة الحاجة التانية وانت بتقول كده طب هم مخدش وليس لما هتقول ما لعبش بقى لكم ماتش لكن هو قبل ما يصاب وهو الآن سليم كان أحسن لعبه مصر في كل الاستفتاءات والوحيد اللي دخل في القوائم ومشي مشهور طويل في القائمة اللي أفضل لعب إفريقي ما حدش لو هو مش عايز يعني بيفكر فيه لكن لابد من الزج بالنادي الأهلي حاجة ناس عايشة تهاكل وتشرب وتنام ما بتفكرش غير في النادي الأهلي وكمان الزميل مهيب عبدالهادي في الام بي سي لما سأل الكابتن عماد النحاس عن صلاح محسن وفي خلاف على أهمية صلاح محسن ما فيش خلاف سأله طب حسين الشحات أغلى لعب في مصر إزاي ما يكونش موجود في المنتخب هو حسين الشحات لما يتقلق مع الأهلي الفترة اللي فاته ما تاخدش في المنتخب يبقى إزاي ما تاخدش صلاح محسن لما الجهاز الفني للمنتخب يبقى شايف عنده رؤية للمرحلة اللي جاية أنه ده يبقى موجود يبقى ليه خد صلاح نشوف الكابتن عماد النحاس اللي بيقدم تجربة هيلة مع المقولين رد على مهيب بإيه بعليك على الصفقة الأغلى في تاريخ مصر حسين الشحات مش موجود في المنتخب مصر ممكن برضو المرحلة دي لكن فيما بعد حسين هي بقى موجود وفيه لعيبة تانية أنا ممكن أسأل بس ناصر ماهر بقى داوة مع النادي الأهلي اللي مش موجود ندفد بقى داوة مع النادي الأهلي اللي مش موجود إحنا في المدافعين تتكلم على الأهلي بس؟ دعم تتكلم على الأهلي بس؟ لا لسه بكم الكلام بكلم على أحمد علي كان خد وعده أن يكون موجود والنهاردة رجل بنفس على هداف الدور في المدافعين محمد سمير بيقدي بشكل كويس في المولين ما حدش تكلم عليه خالص في حراس المرمى كان حسن شهين موجود والنهاردة بصعود بيقدي كان ممكن يكون لي دور فبس هي فيه أسئلة للجهاز مش شرط إن وجهة نظر تكون هي المزبوط أو تكونه رايبة بس إن واضح أن أنت بتوسع القاعد على قد ما تقدر تضم العيب على قد ما تقدر لكن أنا بشوف أن المراحل سريع النهاردة شهر تالية تتوقف دولي هتلعب مباراة رسمية ومباراة ودية وبعدين ما فيش حاجة غير كاس أمم فأنا بقول إن دي آخر وقت تشوف فيه لعيبة بعد كده خلاص عندك الخمسين لعيبة اللي تقدر تختار منهم صلاح محسن مصطفى محمد وأحمد حسن كوكا ده خط الهجوم يعني مشوف إن كوكا من الناس اللي تظلموا في كاس عالم بصراحة يعني رايلك الموجود من بداية فترة مستر كوبر بالكامل وبعدين على البطولة يتحرم من كاس عالم في حلم بالنسبة له أكيد حلم كبير أنت تبقى موجود في كاس عالم صلاح محسن مابلعبش أحمد علي بيلعب وهدف الدوري طب إيه وجهة النظر وجهة النظر أنا بقى وجهة نظر العرد يعني هو وجهة نظرهم تحترم جدا وفي الآخر هم أصحاب القرار يعني نابنتكلم بنتناقش مش أكتر يعني طبعا صلاح محسن زي عمار زي مصطفى محمد السن الصغير زي أحمد أبو الفتوح الناس اللي هي موليد 97 و 98 و 99 القوام أساسي للمنتخب الإلومبي مع كابتن شاوه غريب أن يكون لهم فرص تواجد مع المنتخب الأول تمام فصلاح من ضمن القوام وهو شايف أنه ممكن كل عيد ليه دور في المنتخب في فترات بعد هو طبعا كابتن عمار رد بموضوعية قالك في ناس حيبقى لأدوار بعد كده في المنتخب يعني حسين الشحات وحيستمروا في الضغط عليه الصفقة الأغلى زي ما بيعملوا في صلاح موحسن الصفقة الأغلى طم أنتوا مع أساسي بتقولوا الصفقة الأروع لا بتقول الأغلى ولا بتقول بالضبط وكل صفقات بيناميد الكين والتقيلة والخربين وما هي صفقات غالية هو صفقات الغالية عشان اللعيبة دي تقلقت في ظروف مهمة والسوق خلها دا سعرها وسوقها دا وسعرها دا لكن وجودها في الدور المصري عامل حالة طبعا عامل هو النادي الأهلي يعني بالصدفة كده أداء وتعدل ودول ما بيقدوش مش ممكن لازم لهم تأثير هو رمضان صبحي وحسن الشحات حتى لو التأثير إحنا عايزين أضعافه لكن مؤكد التأثير واضح جدا طبعا إن الأهلي فرقت إيه لدلوقتي طبعا واخد بالك فأرجو إن النغمة دي يعني نهدى بقى وده اللي أنا كنت عايز أقول يعني أنا كنت فكرة هتسألني في حاجة في التقديم يعني ليه أنا قلت النوات وقلت الرجل الرشيد يعني إحنا هنا قلنا هو فين الرجل الرشيد يبان بقى ويخلصنا بالأزمات دي كلها وعندما أقول رجل الرشيد هو رمز مش معناه إنه راجل راجل يعني مش شخص بعين مش شخص بعينه إنما حد على مستوى المسئولية يدرك إن الأمور ليمكن تستمر على هذا النحو وقد كان خلاص بقى أنتوا كلكم مش عارفين تتفاهموا مع بعض مش عارفين تقدروا مسئولية البلد مش عارفين تقدروا اللحظة لا يبقى يحصل قرار لا يمكن المنقشته قرار أمني في رؤية في رؤية بتقول الكلام ده ما ينفعش وهو كلام ده ما ينفعش لأنها هي مش رؤية ده رؤية واضحة جدا أنا الأوان أنا الأوان للأستاذ المريض كلنا بقى وأبدأ بنفسي إذا كنت أنا في لحظة من لحظات تصورته أنا كنت متصور إن أنا ما بعملش غير إن أنا أحاول أكون موضوعي وإن أنا أحاول أهدي لكن برد في حقوق نادي الأهل لكن إحنا داخلين على مرحلة مصر ما تستحملش إلا كل آآ هدوء وكل سلوك رياضي وكل آآ التفاف وتلاحم ودعونا نبدأ من جديد دعونا نبدأ من جديد مسؤولين آآ آآ جماهير إعلام إعلام لأن الإعلام بيقود كل حاجة أيبا الإعلام يقود كل شيء سيبكوا بقى من نواحي الشخصية وسيبكوا بقى شوية نهدى شوية وكل واحد ينشغل إنه يطلع من المؤسسة بتاعته أفضل إنتاج للبلد بالزبط يبقى ده مسؤوليتك أنت ونتجنب نتكلم على بعض خالص نتجنب نتكلم على بعض حتى لبنخير نتجنب نتكلم على بعض وإحنا محتاجين نتكلم على بعض ليه؟ على فكرة يا أستاذ إبراهي أنت مال ليه؟ أنت ما تتكلمش على حد إذا كنت مش قادر عليه لأنه طول ما أنت بتقيمتك في ذاتك أنت منشغنك تبقى الأفضل أول ما تتكلم على الآخر يبقى أنت حاسس أن فيه مشكلة أنك تتغلب إلا لو الآخر ده شوهته شوية أو فطسته شوية أو صدرت له مشاكل أو أو لكن أنا شايف دلوقتي أن المنافسة قوية والفرق جامدة والدوري صاخب والدنيا محتاجة أن نحن نهدى كلنا كل واحد فعلا يركز في عمله فقط وفي مؤسسه فقط وفي ناديه فقط